بصاحب حضور لافت عفوي وتمثيله بسيط جدا سهل ممتنع هكذا قدمت مجلة الشروق العربي طيف عددها الجديد إلى قرائها الممثل ربيع وجاوت أو بالأحرى عم برنو كما ألف الجمهور تسميته وأحب شخصيته وأداءه فيها وفي حواره مع الشروق العربي وقف ربيع وجاوت عند عدة محطات من رحلته الفنية التي بدأها منذ ما يفوق ثلاثة عقود من الزمن على الركح شهدت فيها الخشبة على خطواته الأولى في الإبداع ورددت المسارح التي تكون فيها صادى تمييزه ليكون لقاؤه بجمهور الشاشة الصغيرة سنة 2016 وصولا لسلسلة البطحة فكان هذا العمل بمثابة بطاقة هوية عرفت بموهبته الفدة من خلال مشاهده التي بقيت راسخة لدى محبيه والتي حفظ فيها على لهجته الشلفوية الجميلة التي قال عنها بين سطور حواره بأن لها رتم وإيقاع جميل البطحة التي جمعت في أحداثها عدة أسماء مهمة قدمت شخصياتها المتنوعة والتي أحبها الجمهور ومنها برنو الذي قال عنه الفنان ربيع وجاوت أنه لا يشبهه في شيء فربيع يعرف المقربون منه أنه شخص هادئ وعقلني كما عبر في آخر حواره عن اهتمامه بتقدم أدوار درامية مستقبلا وحلمه الفني حسب قوله هو أن يقدم شخصيات تاريخية أبرزها الأمير عبد القادر مفصحا أنه يؤمن بقدرات الشباب المبدع الذي همه الوحيد أن يقدم أعمالا راقية للجمهور ترجمة نانسي قنقر